اسم الدرس أوظف التناسب في السلم خامساً أتأمل الجدول وأتم تعميره قيس البعد الحقيقي بال قيس البعد على التصميم السلم المستعمال ثمانية سنتيمتر واحد على مئتان أربعمائة متر واحد على عشرة آلاف متر ثمانية عشر سنتيمتر واحد على ألف خمسون ديكامتر إثنان سنتيمتر الإجابة لحساب البعد الحقيقي نضرب البعد على التصميم في مقلوب السلم أي سنضرب البعد على التصميم في العدد الكبير لأننا سنقوم بعملية التكبير للوصول إلى البعد الحقيقي أي الكبير ثم نحول إلى الوحدة المطلوبة ثمانية سنتيمتر السلم أربعون ألف سنتيمتر على خمسون ألف سنتيمتر أستنتج القواعد التالية وأكتبها قيس البعد الحقيقي يساوي قيس البعد على التصميم يساوي السلم يساوي الإجابة قيس البعد الحقيقي يساوي البعد على التصميم في مقلوب السلم قيس البعد على التصميم يساوي البعد الحقيقي في السلم السلم يساوي البعد على التصميم على البعد الحقيقي ثم نقوم باختزال السلم سادسا قاص الضياء بمسترته المسافة بين مدينتين على خريطة فوجدها بالسنتيمتر أربعة ولما بحث عن المسافة الحقيقية الفاصلة بينهما وجدها أربعون كيلو متر ما سلم هذه الخريطة؟ الإجابة أربعون كيلو متر يساوي أربعة مليون سنتيمتر السلم أربعة سنتيمتر على أربعة مليون سنتيمتر يساوي أربعة على أربعة مليون يساوي أربعة على أربعة على أربعة مليون على أربعة يساوي واحد على مليون سابعا أرض مستطيلة الشكل قيس بعديها على التصميم بالسنتيمتر خمسة وعشرون وعشرون حسب السلام واحد على خمسمائة ما قيس المساحة الحقيقية لهذه الأرض الإجابة قيس المساحة الحقيقية قيس بعديها الحقيقيين خمسة وعشرون في خمسمائة على واحد يساوي إثنى عشرة ألف وخمسمائة سنتيمتر عشرون في خمسمائة على واحد يساوي عشرة ألاف سنتيمتر ثامنا رسم ضياء قطعة مستقيم ألف باء قيس طورها بالسنتيمتر سبعة وهي ممثلة للمسافة الحقيقية التي قطعها ضياء بدراجته يوم الأحد حسب السلم واحد على مئتان ألف ما المسافة الحقيقية التي قطعها ضياء يوم الأحد بدراجته بحساب الكيلومتر الإجابة المسافة الحقيقية التي قطعها ضياء يوم الأحد بدراجته بحساب الكيلومتر سبعة فيه مئتان ألف على واحد يساوي مليون وأربعمائة ألف سنتيمتر يساوي أربعة عشر كيلومتر تاسعاً يريد العم ميسك بمعية تلاميذ السنة السادسة أن يهيئ حديقة بمدرسة المنارة في شكل شبه منحرف قيس قاعدته الكبرى ثلاثون متر وقيس قاعدته الصغرى أربعة وعشرون متر وقيس ارتفاعه إثنان وعشرون متر رسم التلاميذ تصميماً للحديقة حسب السلم واحدة على أربعمائة قبل انطلاق الأشغال ما قيس أبعاد الحديقة على التصميم الذي رسمه التلاميذ الإجابة قيس أبعاد الحديقة على التصميم قيس قاعدته الكبرى ثلاثون متر يساوي ثلاثة آلاف سنتيمتر ثلاثة آلاف في واحد على أربعمائة يساوي سبعة فاصل خمسة سنتيمتر قيس قاعدته الصغرى أربعة وعشرون متر يساوي ألفان وأربعمائة سنتيمتر ألفان وأربعمائة في واحد على أربعمائة يساوي ستة سنتيمتر قيس ارتفاعه إثنان وعشرون متر يساوي ألفين ومائتين سنتيمتر 1200 في 1 على 400 يساوي 5.5 سنتيمتر التقطت أمل بواسطة أهل التصوير الرقمية صورة شمسية لمدرسة المنارة ظهرت فيها واجهة جدار المدرسة بعدها وفق ما يبينه الجدول التالي الطول الحقيقي للجدار 21 متر طول الجدار على الصورة 15 سنتيمتر الارتفاع الحقيقي للجدار 2.80 متر ارتفاع الجدار على الصورة أبحث عن ارتفاع الجدار على الصورة بحساب السنتيمتر الإجابة نبحث عن السلام طول الجدار على الصورة على الطول الحقيقي للجدار 15 سنتيمتر على 2100 سنتيمتر يساوي 15 على 2100 يساوي 15 على 15 على 2100 ارتفاع الجدار على الصورة بحساب السنتيمتر الارتفاع الحقيقي للجدار يساوي 2.80 متر يساوي 2800 سنتيمتر الارتفاع الحقيقي للجدار فيه 1 على 140 1800 فيه 1 على 140 يساوي 20 سنتيمتر 11 تريد عائدة أن تعد تصميماً لحديقة مستطيلة الشكل بعدها بالمتر 60 و42 على ورقة بيضاء بعدها بالسنتيمتر 30 و21 وفق أحد السلاليم التالية 1 على 100 1 على 200 1 على 500 1 على 2000 أساعد عائدة على اختيار السلم المناسب وأعلّل اختياري الإجابة لمعرفة أي سلم يوافق الأبعاد المقترحة نقوم بالبحث عن السلم بعد أن نقوم بالتحويل إلى وحدة السنتيمتر 60 متر يساوي 6000 سنتيمتر 42 متر يساوي 4200 سنتيمتر 30 سنتيمتر على 6000 سنتيمتر يساوي 30 على 30 على 30 على 6000 على 30 يساوي 1 على 200 21 سنتيمتر 21 سنتيمتر على 4200 سنتيمتر يساوي 21 على 4200 يساوي 21 على 21 على 4200 على 21 يساوي 1 على 200 إذن السلم هو 1 على 200 أرسم تصميم الحديقة وفق السلم الذي اخترته الإجابة يساوي